أعلن المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان افتتاح الحوار الوطني الأربع القادم مشيرا إلى أن كافة أطراف الحوار الوطني كانت متعوناة على مدار العام الماضي بما يؤكد أثقة المتبادلة بين جميع المشاركين أكد المنصق العام للحوار الوطني عدم وجود خطوط حمراء في الحوار الوطني لافتا إلى أن اختيار مجلس الأمناء يعكس تمثيل المجتمع المصري كما يعكس التوازن مؤشرا إلى عدم إصدار أي قوى سياسية أو حزبية بيانا حول رفض الاشتراك في الحوار بما يشير إلى حالة من الإجماع بشأن الحوار الوطني